يقول هل ورد أن النبي كان يقتم القرآن يوم عرفة لم يرد ذلك وتكلف ذلك ليس بحميد لأن يوم عرفة خصص أيضا للدعاء أو فيه أيضا دعاء وتهليل وتسبيح وتكبير فقد يفوت على الشخص كل ذلك حرصه على ختم القرآن يوم عرفة ولم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم